اشتركوا في القناة ا اذا هذا الحرف اسمه الحرف ا حذاري هنا قلت ان هذا الحرف اسمه ا وليس نطقه ا يعني في هذا الدرس سوف نتعلم اسم كل حرف باللغة الايطالية بلغة اخرى ان الحرف اللغة الايطالية لديه اسم ولديه نطق معينة او صوت معينة بل هناك بعض الحروف لديها اكثر من صوتة او اكثر من نطقة سوف نراها في الدروس القادمة وسنركز في هذا الدرس عن اسم كل حرف اذا قلنا الحرف الاول اسمه الحرف ا ثاني حرف معنا هو الحرف ب ب اذا هذا الحرف اسمه الحرف ب ب الحرف التالي ت ت ت اذا لدينا هنا الحرف ت ت ت ت الحرف التالي دي 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 هذا الحرف اسمه الحرف دي 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 لنمر الى الحرف التالي دي 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 اذا عندما اقول لك ما اسم هذا الحرف ستقول لي الحرف ا ا ا ا الحرف التالي ا ا ا ا ا اذا اسم هذا الحرفة الحرفة ا 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 اذا معنا الحرفة جي ا 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 إذن ردد معي ما اسم هذا الحرف نعم الحرف أكا أكا الحرف التالي إي إي هذا الحرف اسمه الحرف إي ردد معي إي ثم يا لي الحرف إل 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 إذن لدينا هنا إل ولدينا الحرف إم 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 هذا الحرف اسمه الحرف إم وهذا الحرف اسمه الحرف إل 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 إذن ما اسم هذا الحرف نعم هذا الحرف اسمه إن إن إل لدينا الحرف أ أ أ أ أ أ إذن لدينا أ أ أ أ أ الحرف الحرف الذي بعده الحرف بي 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 ركزوا معي جميعا هذا الحرف اسمه بي فهناك الكثير يخلطون بينه وبين الحرف بي بي ربي باركلكم عليكم أن تفرقوا جيدا بين هذين الحرفين هذا الحرف اسمه الحرف بي 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 وهذا الحرف اسمه الحرف بي 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 الحرف التالي كو 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 إذن هذا الحرف كو 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 ثم لدينا الحرف ر ر ر ر هذا الحرف ر ر ر ويأتي بعده الحرف س لدينا الحرف س س س س لدينا الحرف ت ت ت ت ت ت إذن معنى الحرف ت ت ت ثم الحرف هذا الحرفة ردد معي وبعده الحرفة هذا الحرفة يمكن أن نسميها وكذلك وآخر حرف معنا هو الحرفة إذن ما اسم هذا الحرفة؟ نعم الحرفة إذن لنعيد معاً جميع الحروف مع بعضاً نعم الحرفة دي أ أ أ أ أف 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 أ 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 n n o o pi pi q q q r r s s t t u u v v v أو يمكن أن تقول v v v ولدينا data data إذا قلنا الحروف الأبجدية 21 حرفة حيث أن هذه الحروفة تنقسم إلى قسمين القسم الأول تسمى الحروف الصوتية أو الحروف المتحركة والقسم الثاني يسمى الحروف الصامتة أو الحروف الساكنة إذن لدينا قسمين القسم الأول الحروف الصوتية القسم الثاني الحروف الصامتة بالنسبة للحروف الصوتية التي تسمى باللغة الإيطالية ليفوكالي 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 عددها خمسة حروفة هذه الحروفية أ أ أ أ أ أ أ أ إ إ إ أ 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 عليكم حفظ هذه الحروف جيدا فإننا سنحتاجها كثيرا في الدروس القادمة إذن قلنا الحروف الصوتية خمسة أما بقية الحروف أو القسم الثاني من الحروف قلنا تسمى بالحروف الصامتة التي تدعى باللغة الإيطالية وهي ستة عشر حرفا ب ب ت ت د ت ت ت ت ت ت ت ت g g h h l l m m n n n p p q q r r s s t t t v v z 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 ho z z z iz نعيد أحسنت وهذه الكلمة تعني عينب إذن عينب باللغة الإيطالية إذن قلنا قبل قليلة الحروف الأبجادية في اللغة الإيطالية 21 حرفة ولكن هناك بعض الحروف التي لم نذكرها قد نراها في بعض الكلمات هذه الحروف عددها خمسة وهي تدعى بالحروف الأجنبية التي تسمى بلغة الإيطالية الحروف الأجنبية وهي ردد معي هذا الحرف اسمه ثم لدينا الحرفة كابة كابة ردد معي كابة ولدينا الحرفة كذلك لدينا الحرفة إيكس إيكس ولدينا الحرفة إيبسيلون 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 نعيد إي لونجا كابة دوبيا بو إيكس إيبسيلون إيبسيلون ولماذا تسمى بالحروف الأجنبية؟ لأنها حروفة ليست إيطالية بل هي من لغات أجنبية كاللغة الإنجليزية دخيلة على اللغة الإيطالية ولو وجدت كلمة فيها واحدة من هذه الحروفة فاعلم أن هذه الكلمة في الأصل ليست كلمة إيطالية بل هي كلمة دخيلة على اللغة كلمة أجنبية نعيد إذا وجدت واحدة من هذه الحروف الخمسة التي تسمى بالحروف الأجنبية فاعلم أن هذه الكلمة ليست إيطالية بل هي كلمة داخيلة على اللغة الإيطالية إلى هنا نكون قد نهينا درس اليوم إن أعجبكم الدرس أرجو أن تدعمون بالضغط على زر الأعجاب شكرا على المشاهدة انتظرونا في الدروس القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته